يقول عندنا في الجزائر هذه الأيام جفاف و في قرية عند الجفاف يجمعون خراف و يذبحونها عند مكان كان مزارة من أجل نزول المطر فما حكم ذلك محمد أمين بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرت من كون أهل قريتك يذهبون إلى مكان يذبحون عنده الخراف لأجل نزول المطر لا شك بأن هذا شرك بالله عز وجل و هذا الفعل لا يجوز فإذا كانوا يتقربون إلى هذه الصخرة أو إلى هذا المكان مثلا بهذه الذبائع و القرابين فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام لأن الذبح لله عبادة و صرف هذه العبادة لغير الله شرك فقد صح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله فلا يجوز هذا العمل ولا هذا الفعل و علم أن يتقوا الله و أن يصححوا إيمانهم و إسلامهم و توحيدهم و أن يتركوا مثل هذه العادة السيئة أما إذا كان لا يذهبون فيذبحون لله عز وجل بجوار مكان لا يقصدون بالعبادة فهذه بدعة قبيحة نعوذ بالله و وسيلة من وسائل الشرك الأكبر و هذا أغلب الناس لا يفعلون هذا أغلب الناس و إنما يقصدون الأول نعوذ بالله و نسأل الله العافية و السلام و لذلك يعني لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة و السلام و قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانه بوانه مكان مكان هضب بأسفل مكة قريبا من رابغ قال له النبي عليه الصلاة و السلام هل كان فيها وثنا يعبد قال لا يا رسول الله قال هل كان فيها عيدة من عياد الجاهلية قال لا قال أوفي بنذرك فإنه لا نذرة في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فالمقصود يا أخي الفاضل تنبهون أهل قريتكم و من في جهتكم أن يتقوا الله و أن يصححوا إيمانهم و أن يتركوا مثل هذه البدع الخطيرة و الشركيات الخطيرة أيضا نسأل الله السلامة و العافية